أهلا بكم مشاهدي بيت للكل ماذا بعد هذه الأشهر الطويلة من العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا المجازر وحرب الإبادة، التجويع والتعطيش عشرات القمم والمؤتمرات، تحركت الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة تحركت الشعوب في الكرة الأرضية تضامنا مع الشعب الفلسطيني رافضة للعدوان ومطالبة بوقفه، ولكن حتى هذه اللحظة ما زال العدوان مستمرا وما زالت إسرائيل الدولة التي تصنف بأنها دولة مارقة لا تلتزم بالقانون الدولي ترتكب المجزرة التلوى الأخرى والكارثة الإنسانية والمأساة الإنسانية في قطاع غزة تتعمق يوما تلوى الآخر سعدني أن أرحب بضيفي في الأستوديو دكتور أمجد أبو العز أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية دكتور أهلا مرحبا بك معنا في بيت للكل وسؤال مباشرة ماذا بعد إسرائيل لا تقيم وزنا للقانون الدولي للجنائية الدولية للعدل الدولية يعني بالتالي تنفذ كل المخططات التي بين مزوجين كانت حبيسة الأدراج في استهداف الشعب الفلسطيني ومقدراته وفقط قتل الإنسان الفلسطيني هو العنوان المطروح على الطاولة الآن يعني لا شك يعني خميس إسرائيل حاولت تستغل ما حدث من السابع من أكتوبر كوسيلة كما أشرت في مقدمتك لإخراج عدد من الملفات التي كانت غير قادرة على تحقيقها على مدار العشرين عاما الماضية وخاصة القضية التهجير فبالتالي استغلت السابع من أكتوبر لفرض سياسات ويعادة الخارطة السياسية للقضية الفلسطينية ليس فقط الخارطة السياسية ولكن الديمغرافية الاقتصادية السياسية الاعترافات الدولية أيضا بالنسبة لقطاع غزة بالنسبة لقطاع غزة إسرائيل تنظر إلى هذا المكان الجغرافي السكاني من ناحية أمنية بالدرجة الأولى من ناحية خطر أمني استراتيجي تراه ولكن تختلف نظرتها عن الضفة الغربية الضفة الغربية لا شك أن هناك خطر بالنسبة لإسرائيل تعتبره بالنسبة لحتى المقاومة الفلسطينية حتى تعتبر في بعض المدارس الفكرية في إسرائيل وبعض القادة الإسرائيليين على رأسهم نتنياهو حتى سموت ريتش يعتبر حتى وجود السلطة الفلسطينية هو خطر بالنسبة لها وبالتالي بالنسبة لغزة خطر وجودي تعتبر الآن خاصة بعد السابع من الأكتوبر وبالتالي استغلت هذا الحدث أول شيء لتثبيت سياسة التهجير ودفع أهلنا في قطاع غزة إلى الهروب أو النزوح إلى سينة وغيرها من مناطق ولكن فشلت سموت أهلنا في قطاع غزة المواقف الإقليمية التي كانت في المنطقة موقف مصر، موقف الأردن، موقف السلطة الفلسطينية وصمود المواطنين وصمود طبعاً وصمود المواطنين هذا أفشل هذا المخطط باعتراف إسرائيلي أنه فشلنا في تهجير الشعب الفلسطيني خارج لأنه كما قلت بالنسبة لهم هذا امتداد جغرافي طويل مع حدود مع غلاف غزة بالإضافة لها كثافة سكانية كثافة سكانية مع عدم القدر على التحكم في الحدود فبالتالي كان هذا ردة الفعل التي أيضاً اعتبرت حتى من قبل الأمم المتحدة ومن كثير من الدول هي ردة فعل لا تتناسب مع ما حصل كما قال بعض أستاذ الأوروبيين هذا يعني يؤدي أيضاً إلى سياسة ما يسمى سياسة ردة الفعل المدفوعة بالانتقام يعني جميعاً لما يحدث هو محاولة للانتقام بالإضافة لذلك كما قلت تثبيت على أرض الواقع من خلال إعادة النظر في العودة إلى قطاع غزة ولكن دكتور في وجهة نظر تقول أنه تجاوز مرحلة الانتقام إلى تنفيذ كل المخاططات التي كانت إسرائيل يعني بصدت تنفيذها في غزة وكذلك في أضافة الغربية هناك تقارير دولية اليوم تصدر من الأوروبيين بنك الدولي عن انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية انهيار الاقتصاد الفلسطيني بفعل الإجراءات الإسرائيلية خسرنا ما خسرناه من الإنسان المكون الأساسي على هذه البقعة الجغرافية المستدفعة خسرنا البنية التحتية ولكن إلى أين تمضي الأمور اليوم؟ العالم كله يتحرك وإسرائيل تنفذ تنفذ المخاطط تماما هذه نتيجة الاستراتيجية التي تبحها نتنياهو إماطة الحرب إلى أقوى الوقت لأنه وجوده مرتبط بوجود حروب وجوده بوجود أزمات لأنه يستخدم القضية الفلسطينية يستخدم غزة يستخدم الضفة الغربية يستخدم حتى التهديد الإيراني كوسيلة لتجميع الأصوات ودغدغت مشاعر المواطن الإسرائيلي في القضايا الأمنية وبدأت وبالتالي الآن الأمور تسير لأنه مزيد من التصعيد خاصة مع نتنياهو وخروج الحكماء أو العقلاء كما يسموهم في الصحافة الدولية اللي هو بيني جانس اللي كان يعتبر من العقلاء كما يعني يسمونهم وبالتالي نتنياهو سيتفرد بالحرب سيتفرد أيضا بكل القرارات وأنا متوقع أن سيكون هناك تصعيد أكثر خلال الفترة المقبلة مدام موجود هناك على رأس الهرم مجموعة من السياسيين الإسرائيليين المتطرفين اللي تجمحهم المصلحة الأولى لهو تثبيت حكمهم تثبيت السلطة في سلطتهم وبالتالي من أجل بقاء في السلطة وعدم خسارتهم لمقاعدهم وكأن المشهد في إسرائيل هناك حالة تفكك واضحة بين كل المكونات السياسية إلا ماذا يؤشر ذلك خلال الأيام المقبلة الفترة القادمة بخصوص موضوع الحرب استمرارها أو وقفها وهذا أيضا مرتبط بقضية الجبهة الشمالية تماما شوف خميس فيه ثلاث عوامل بتحدد العلاقة الآن مستقبل الحرب أولا الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجبهة الداخلية الإسرائيلية منقسمة بشكل كبير جدا وهذه لأول مرة يعني درجة أنه نتنياهو يطلع على تلفزيون ويقول أنه يذكر كلمة أنه لا نريد حرب أهلية هذا مؤشر في تحليل المضمون أن هناك مخاوف لديه وخرجت من خلال هذه التصريحات أن ستصل المستويات الخلافات إلى ممكن أن تكون حرب أهلية الأمر الآخر هناك حالة من انشقاق ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري يعني حينما يخرج أيضا ويهاجم الجيش ويقول أن هذه دولة لديها جيش وليس جيش لديها دولة هذا مؤشر لأن هناك أيضا انشقاقات في الجانب السياسي والعسكري في إسرائيل وأن الذهاب إلى هدنة بدون الرجوع إلى المستوى السياسي هذا أيضا مؤشر الخطير بالنسبة للحكومة الإسرائيلية أن هناك نوع من التمرد ونوع من الانشقاق العسكري تجاه ما يحدث في قطاع غزة أم باعتقاد الجيش يتصرف كأن الحرب انتهت يعني كانت قضية رفح وكانت الدعم العسكري من القيضية العسكرية أن الدخول إلى رفح الآن بعد الدخول إلى رفح نحن نتحدث حوالي أكثر من 40 يوم إلى رفح ولم يتحقق شيء حسب شهادة أحد الجنرات العسكر اليوم الإسرائيليين قال لم نحقق شيء ما زالت المقاومة الفلسطينية موجودة لم نستطع وحتى عمل مقارنة من سلوبه للدفع باتجاه المفاوضات قال أنه خلال المفاوضات أطلقنا 105 أسير ولكن خلال العمليات العسكرية أطلقنا 7 فقط وبالتالي بالنسبة لإسرائيل الآن هذه الهدنة بدون رجوع إلى المستوى السياسي وصول جانس ودخوله إلى المظاهرات وخطبته مهاجمة وزير الداخلية السابق لنتنياهو حتى دخول ابن نتنياهو على الخط ومهاجمته للجيش واتهامه بالخيانة هذه مؤشرات كبيرة في دولة تعتبر نفسها دولة قانون وهناك فصل ما بين السلطات وهناك مؤسسة عسكرية تخضع إلى المستوى السياسي وبالتالي باعتقاد الانشقاقات ستزداد أكثر حاولت إسرائيل على مدار السبعة أشهر إخفاء هذه الانشقاقات ولكنها طفت على صحيح ولكنها لم تستطع وبدأت الخروج إلى السطح نتحدث عن سبعين ألف نازح إسرائيلي من الشمال موجودين بالفنادق نتحدث عن سبعين ألف إلى ثمانين ألف معاق في الجيش الإسرائيلي منهم بعد السبع من أكتوبر ثمانة آلاف نتحدث عن البنية الاقتصادية البنية السياسية نتحدث أيضا عن قضية تشريع وعفاء الحرديم من الخدمة هذه كلها انشقاقات فكرية في المجتمع الإسرائيلي ستكون لها ارتدادات بالمستقبل واليوم الأول التي تضع الحرب أوزارها يوم التالي نعم اليوم التالي ستكون هناك خلافات أعمق وأكبر طيب دعنا نتحدث أيضا فيما يتعلق بالجانب القانوني أو التحرك على المستويات القانونية الجنائية الدولية محكمة العدد الدولية في لهاي مجلس الأمن الجمعية العامة هذا لم يحدث من قبل وأصبح أيضا مهددا لدولة الاحتلال ولم تجر إلى المحاكم بهذه الطريقة من قبل دكتور ولكن لم يكن رادعا لها بشكل أو بآخر في أن توقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني نعلم جميعا أن الحماية الأمريكية الفيتو الأمريكي موجود والدعم اللامحدود على كل الصعود السياسية والقانونية وكذلك العسكرية بايدن في ما طرحه من خطة كان واضحا بأن الولايات المتحدة تتجه إلى دعوة لإنهاء هذا العدوان وهذه الحرب ولكنها لم تنتهي لهذا فقط مجرد تصريحات إعلامية فقط للرأي العام الدولي أم بالفعل الولايات المتحدة ملت من هذه القضية وتريد أن تنشغل بهمومها الداخلية المتعلقة بالانتخابات وأمور أخرى خلينا أرجع بآخر فقرة أن هل الولايات المتحدة الأمريكية ملت من القضية الفلسطينية ومن أيضا من التعنت الإسرائيلي يعني خميس قبل السابع من أكتوبر كانت الولايات المتحدة الأمريكية تركز على الصين تحاول إيجاد تحت معادلات إقليمية في المنطقة الشرق الأوسط تقودها إسرائيل تقوية إسرائيل وإعطاء إسرائيل القوة والصلاحيات لتعامل مع هذه القضية ولكن السابع من أكتوبر دفع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة مجددا إلى منطقة الشرق الأوسط نلاحظ انخراط أمريكا في الحرب مشاركة قوات أمريكية كما تقول الصحافة البريطانية بالمفاوضات والمعلومات بكل شيء حتى وجود نتحدث عن ثمان زيارات لوزير خارجية أمريكا نتحدث الآن مبعوث الشخص البايدن في لبنان هذه عوامل السابع من أكتوبر دفع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط واللعب دور لأنها هناك تحالفات إقليمية هناك محاور إقليمية الولايات المتحدة الأمريكية جزء منها وتريد تثبيتها أنا باعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الآن إنقاذ إسرائيل من سياسيينها من سياساتها من تداعيات القانونية نتنياهو والحكومة الإسرائيلية ما زال يتعاملون كأنهم قبل السابع من أكتوبر الخارطة السياسية اختلفت كانوا يتصرفون كأنها دولة فوق القانون ولكن ما حدث في غزة من جرائم وضعت الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الدولية والكل في موقف محرج في موقف إما نختار كما قال أحد المسؤولين الأوروبيين إما نختار السياسات الإسرائيلية والدعم القتل وما يحدث وإما نختار المحافظة والدفاع عن قيمنا الإنسانية التي ندرسها في مؤسساتنا وفي دستيرنا وفي جامعاتنا وبالتالي التصرفات الإسرائيلية دفعت المجتمع الدولي إما الاختيار ويعني في وضع محرج وبالتالي بايدن لديه رسائل للأسف يعني رسائل لناخبه العرب ورسائل لناخبه اليهود الموجودين بالولايات المتحدة الأمريكية لديه أيضا مصالح استراتيجية للوقوف ضد التمدد الصيني والروسي والإيراني في المنطقة وبالإضافة لذلك أيضا هناك اتفاقيات دولية وهناك تداعيات الأسلحة الأمريكية التي تستخدم بقتل فلسطينيين عدم الضغط عدم إدخال المساعدات الكل يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود هذه الحرب من خلال إعطاء نتنياهو الوقت الكافي لتحقيق وأكبر مثال على ذلك خطاب نتنياهو بالأمس قال واستحضر كلام تشيرتشيل في الحرب العالمية الثانية مع الولايات المتحدة الأمريكية نعطينا الوقت والأدوات وسننهي العمل وبالتالي هذه أكبر إدانة للولايات المتحدة الأمريكية على لسان نتنياهو الوقت لم ينتهي إذن المنوح من أمريكا لإسرائيل لن ينتهي الحرب ستستمر في مدام نتنياهو في السلطة مدام المدامة الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن المصالح الاستراتيجية الأمنية لم تتحقق وبالتالي أنا باعتقادي هذه ولكن لو سألتني سؤال من الخاسر الأكبر من السابع من أكتوبات أقول لك إسرائيل لثلاث أسباب السبب الأول هو عودة إسرائيل إلى قطاع غزة إسرائيل خرجت من المعادلة من غزة بشكل أحادي بدون التنصيق عودة مرة أخرى هذا خطر بالنسبة لإسرائيل اثنين خضية التصعيد يعني القوة التصعيدية خميس كانت بالسابق قبل السابع من أكتوبر إذا أطلق صاروخ من أي منطقة باتجاه إسرائيل إسرائيل ترد بمئات الصواريخ الآن فقدت هذه القوة والثالثة سمعت إسرائيل خسرت سمعتها الدولية والعودة إلى سؤالك المجتمع الدولي المحكمة محتمى الجنايات لم تكن في التاريخ أن يجر رئيس وزراء أن تتهم إسرائيل بهذه إلا لأن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على تحمل ما يحدث بقطع غزة أشكرك جزيلا شكرا دكتور أمجد أبو العز أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية على المشاركة معنا في بيت للكل شكرا جزيلا